لقد ورد في سورة الفاتحة أهدنا الصراط المستقيمة وحدد هذا الصراط في قوله صراط الذين أنعمت عليهم فمن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم وجاءهم الصراط المستقيم لأول مرة إن الذين أنعم الله عليهم لأول مرة هم بني إسرائيل الذين عاصر موسى عليه السلام وفضلهم الله على العالمين لقوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين هنا يذكر بني إسرائيل بنعمته التي أنعم عليهم بها وهذه النعمة وهذا التفضيل هما الصراط المستقيم الذي أنزل لأول مرة في تاريخ الرسالات إلى موسى عليه السلام لقوله تعالى ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيمة اشتركوا في القناة